زكي جيمي انا عارف ان انت يعني اكيد هتبقى مدين وكلام مدين لالي خسر النهاردة بس برضو ما تحرمناش من الاتسام الجميلة طيب ليه الاهلي النهاردة فنيا ما تعملش مع المباراة بشكل كويس وليه الابرز الاخطاء يعني مثلا التمريلات كانت معظمة فيها اخطاء الكرات السابتة اللي كان الاهلي مميز فيها وسجل منها هدف قدام الودات في نهاية افراكي برضو ما كانتش النهاردة مميز فيها ليه كل الاخطاء دي جمعت النهاردة الحاجات اللي زي ما محمود قال اللي كان مميز فيها نادي اهلي ما تبقى هاش النهاردة رقم واحد انا قلت لك التحضير كان سيء جدا حتى دخوله المباراة كان سيء جدا الاخطاء الدفاعية لأول مرة شوف الاهلي بيعود كصابق عدته في بداية الدوري الماضي كلنا كنا بنتكلم عن مساحات في ظهر ثلاثي خط الوسط في النادي الاهلي بكلم على مباراة الاسماعيلي تحديدا كان في تحية مشوار مرسيد كولر مع النادي الاهلي كان فيه مشاكل كتير وكان الاهلي هيلعب الزمالك بعدها على طول وكان الناس كلها بتتكلم هل هيعالج في مشكلة في الترانزيشن في التحول لما الاهلي بيفقد الكورة انت حتى المميزات اللي كانت موجودة عندك انك تقدر تعمل ضغط عالي انك تقدر تستحوز وتستعيد الكورة مرة تانية انت الحد الدياء 35 يزبط للاستحواز 50 ونص 40 ونص انت مش قادر حتى تستحوز على الكورة اخطاء الاهلي بتهدد مرموها في الدياء التانية انفراض شالو محمد الشيناون متعاملش معها جناح الاتحاد العاصمة بشكل جيد لكن في النهاية بتتكلم على ان المنظومة بالكامل فيه مشكلة بتتكلم على انه عدد الاخطاء اللي كان موجودة النهاردة لا يمكن تعويضه بلاعب او اتنين لا يمكن عمل تغييرات تفوق فريق فيه 89 لعبين برا اليوم تتكلمني فنين على الاخطاء الدفاعية نبتريني نستعرض الاخطاء الدفاعية دي واحدة دي واحدة من الاخطاء انت عارف ان الفرقة دي كلنا بنصوب بقالنا اربعة يام الفرقة دي رسمالها الكورات السبت الفرقة دي ما عملتش اي خطورة على النادي الاهلي غير في الهجمات المرتدة والكورات السبت هم صعب جدا نختارقوا الاهلي بالهجمات المنظمة فلما تيجي يتعمل الكروس وانت عندك تمال لعيبة جوة 18 والكورة تطلع بالمنظر ده اللعيب لولا انه التوجيه بتاع الكورة كان في منتصف كمتصنوارما جول تتكلم على العيب طلع لوحده واللي وراه طلع لوحده واللي وراهم مش ممسوك اتنين لعيبة طلعين فقال بربعة لعيبة من النادي الاهلي والاتنين طلعين لعيبة اتحاد العاصمة بدون رقابة الراجل طلع خد التكوف لعب الكورة بدون اي مضايخة بص يا كريم منظر بالنسبالي من حظر من الشيناوي كان متمركز بشكل رائع متمركز بشكل ممتاز الشيناوي اللي بس تسنين نهاردة من الحالة السيئلة لعبت النادي الاهلي والراجل واخد التكوف لو هو واخد التكوف ووجهها يمين او شمال جول ما فيهاش اي فرصة ان انت تطلعها انا مش مشكلتي الكورة بقى تشالت او لا ما تشالش انا مشكلتي الوقفة اللي جات من الكدر ده الراجل لا ايه رجع تقني معلش وفي بداية المباراة في بداية المباراة ده في واحدة تانية هتيجي احجبها لك دلوقتي انفراد في الديها اتنين انفراد على النادي الاهلي في الديها اتنين فروح بقى للحالة اللي بعدها على طول في الشط الاول يعني ريسة البدني الحمل البدني منزلش لما تكون الكورة دي التغطية بتاعة امام عشور وبعديها دي التغطية بتاعة تعالي معلول بيتعدى منه بالشكل ده وبعديها كمل بقى هاتفريم اللي بعده لا ماشي كمل 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 لما يكون الاربع لعيبة اللي واقفين مفروض يعملوا يقفلوا للشانلز بتاعة الناحية الشمال كلها سواء منع على الطرف او جول 18 فيهم حالة من التبلد الذهني المفاجئ عالي معلول واقف لا حول له ولا قوة امام عشور واقف بيفرج على الراجل مرجعش يكمل معاه ويعمل التكملة مروان وكأن النهاردة نسي كل حاجة عملها السيزن اللي فات وفجأة بسات كتير غلط الراجل حتى الكرة دي اللي كان ممكن هو راح اخر نفسه لجزء من ثانية خليته راح متأخر على الكرة الراجل زق الكرة تحاصر بتعليه درب الجزء وخلص الانبارات خطأ خطأ مما روان عطيه كان يساوي كتير النهاردة الخصة كلها ما كانتش في انه حط رجله غلط الخصة كلها انه راح متأخر هو مش جاهزينين اللعيب واضح تماما انه بيقطع داخل جوال 18 فانت مروان كنت تروح له من بدري تقطع عليه من بدري نفس الشكل اللي عمل محمد عبد منم في لقطة من اللقطات هنجيبها بعد شوية في الحاجات اللي اتعاملت صح القليلة النهاردة في مبارات الناديل اشتركوا في القناة